اهلا بحضرتكم من جديد ونتكلم دلوقتي عن زيارة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة برلين اليوم للمشاركة في فعليات حوار بيترسبورك للمناخ وده برياسة مشتركة ما بين مصر والمانيا أهداف كثيرة للقمة ومكاسب منتظرة من المشاركة في هذه القمة وطبعا ما يخرج من قمة بيترسبورك للمناخ دائما ما يؤخذ كتوصيات في النسخة القادمة لمؤتمر المناخ واللي هتعقد داخل جمهورية مصر العربية على أرض مدينة شارم الشيخ في نوفمبر القادم دلوقتي هنتكلم مع دفنة اللي بنورنا في الستوديو الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية بالتفصيل عن هذه الزيارة مساء الخير يا دكتور ويمكن أن نتحدث عن سبعين عام من العلاقات المصرية الألمانية وبنتكلم يمكن دلوقتي أنه تغير المناخ يعني هو ضيف وإن كان ثقيل لكنه ضيف رئيسي على كل طاولات المباحثات ما بين الرؤساء والقادة في العالم وأنه قضية تغير المناخ قضية بقت غاية في الأهمية لما شاهدناه مؤخرا من فيضانات وحرائق ما كانتش بتحدث في هذه البلدان لكن يمكن المختلف هذه المرة كمان بحضور كبريات رؤساء كبريات الشركات الصناعية اللي هم مسببين بشكل أساسي في التلوث طبعا ده بجانب رؤساء وقادة الدول مسألة التمويل المناخي هو ده اللي أنا عايز أبدأ به مع حضرتك لأنه ده المشكلة عدم الالتزام بوجبات الدول العشرين وعدم الوفاء بالتزامتها في مسألة التغير المناخي يعني أولا أهلا بحضرتك أهلا بكل سيدة المشاهدين بالتأكيد دعوة سيدة الرئيس لحضور حوار بيتلزبورج للمناخ في برلين أو في ألمانيا هو دعوة وتقدير للقيادة المصرية وللدولة المصرية لما تقوم به في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحول لحماية الكوكب لأنه بالمناسبة هذا الدور المصري مصري اللي عابته منذ عام 2015 في عام 2015 كانت المباحثات على أشدها بين مختلف دول العالم للتوصل وقتها لاتفاقية باريس للمناخ كانت في أكتوبر 2015 مصر وقتها كانت بتقود الجانب الأفريقي يعني مصر شاركت بفعالية في الصياغة الاتفاق الإطاري لاتفاقية باريس للمناخ عشرين خمسة عشر واللي هدفه الوصول أو تقليل درجة حرارة الأرض عشرين تلاتين بنسبة درجة واحد ونصف درجة مقوية من 2015 وحتى الآن مصر لعب الدور كبير جدا جدا أولا بيئة تعريف بيئة ظلم الواقع على ما يسمى بدول الجنوب وتحديدا في الدول الأفريقية والدول النامية لأن الدول الأفريقية تحديدا بتشارك في التلوث العالمي بنسبة 5% لكن واقع عليها وبتدفع تدعيات وارتدادات هذه الأزمة بنسبة كبيرة جدا اتفاقية باريس للمناخ وضعت إطار للتمويل حديك سألت عن التمويل ودو نقطة مهمة جدا وضعت إطار للتمويل أن الدول الغنية بتؤدي 100 مليار دولار سنويا للدول الفائرة بحيث تساعدها على فكرة التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وحماية الأرض وحماية المحيطات وغيرها طبعا دايما في المؤتمرات الدولية بيكون هناك يعني نوع من الوعود الكبيرة هناك الأمال الواسعة لكن ربما يكون على أرض الواقع الأداء أقل من هذا الأمر بكتير طبعا في السناتين بتعكرون تحديدا 2020 و2021 كان المبلغ المقدم للدول النامية أقل من هذا الأمر بكتير عشان كده مصر تتبنى في كل المنتدايات والمؤتمرات الدولية فكرة ضرورة أن تلتزم الدول الغنية تحديد الدول العشرين الغنية بيدعم الدول الفقيرة طبعا مصر لها كمان استضافت مصر لمؤتمر المناخ في نوفمبر القادم ومؤتمر بتارسبرج أحد المحطات المؤاهلة أو قبل مؤتمر كوب 27 اللي هيكون في نوفمبر وبيؤخذ بهذه التوصيات اللي بتخرج من المؤتمر ده لأن الدول الحضرة دول صنعة للقرار صنعة للقرار وبتشارك طبعا في التلوث لكنها أيضا عندها إرادة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأمضة مع حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية خلي كمان الدول اللي كان عندها نية أنها تتحول لطاقة الخضراء زي ما بيقولوا تتراجع عندها وترجع تستخدم الوقود الأحفوري وعندنا نموذك حتى ألمانيا يعني بالمناسبة مؤتمر بتلسبرج للمناخ ده بدأ سنة 2010 يعني ألمانيا من أوائل الدول اللي عندها إرادة صادقة صادقة وإرادة فعلا ونية صادقة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وبالمناسبة ده مش حتى في التصريحات الألمانية ده في السياسة الألمانية إحنا لو شفنا لإتلاف الحاكم في ألمانيا حزب المؤتمر حزب الاتحادي الاشتراكي الألماني بقيادة المستشار شلطز الكتلة التانية والحزب التاني في الإتلاف حزب الخضر اللي هو بترأسه وزيرة الخارجية الألمانية الحالية إذن حزب الخضر أصبح كتلة رأسية في الحكم في ألمانيا أو في الإتلاف ده معبر عن إلى أي مدى دولة مثل ألمانيا هي الاقتصاد الأول في أوروبا الناتج القوم عندها تلاتة وستة من عشر تريليون يورو سنويا بتهتم بقضية المناخ عشان كده أنا في تقديري كانت دعوة مصر ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرئاسة المشتركة لهذا المؤتمر لكن أيضا خلينا نتكلم أنه في عمق في العلاقة المصرية الألمانية حضبتك تكلمت عن سبعين سنة من العلاقات المصرية الألمانية وتحديدا تعمقت هذه العلاقة أنا في تقديري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي زار ألمانيا أول مرة في يونيو 2015 هذه زيارة الخمسة الرئيس زار ألمانيا في 2015 وفي 2017 وفي 2018 وفي 2019 وهذه الزيارة الخمسة المستشارة السابقة المستشارة ميركل زارت مصر مرتين في 2017 و2019 أثناء القمة الأوروبية العربية والتقى الرئيس السيسي مع المستشارة ميركل أكتر من مرة خارج الأراضي المصرية خارج القادر الألمانية. كان منها في 1 نوفمبر اللي فات بمناسبة مؤتمر جلاسكو وكان برضو أيضا عن المناسبة. فالعلاقة المصرية الألمانية هي علاقة متشاعبة وبتغط كل المجالات. صحيح. وفي نوع كبير من توافق الرؤى. لو نحن هنتكلم عن الملفات ملف يمكن من أهم الملفات اللي كان فيها نوع كبير من توافق الرؤى هو كان ملف الهجرة غير الشرعية وكم البرامج المتبادلة اللي تعاملت ما بين مصر وألمانيا لمسألة تسخيف الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية. ومصر كان لها دور كبير جدا في مسألة الهجرة غير الشرعية وأوروبا يعني من القارات اللي بتعاني من مسألة الهجرة غير الشرعية ده مش توافق فقط في الهداف. أنا رأي فيه تشابه كمان بين مصر وألمانيا في الأدوار بمعنى. لو شفت ألمانيا هي أكبر دولة من حيث عدد السكان في أوروبا. هي قلب القارة الأوروبية تربط بين الشرق والغرب بين الشمال والجنوب هي الاقتصاد الأكبر في أوروبا. هي بتقود أوروبا. هي محور التفاعلات السياسية والاقتصادية والأمنية وحتى العسكرية في أوروبا نفس الدور اللي بتلعبه مصر في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط وفي أفريقيا. صحيح؟ ممكن مصر هي الشريك الاقتصادي الأكبر يعني ألمانيا في الشرق الأوسط صحيح. وهم كمان بيشوفوا مصر أنها دولة هي محور استقرار منطقة الشرق الأوسط. والمستشارة مركي كان لها التعبير رائع جدا. كنت بتقول الاستثمار في مصر هو استثمار في الاستقرار. وليس الاستقرار حتى في مصر فقط. ولا المنطقة العربية ولا الشرق الأوسط. حتى الاستقرار بالنسبة لأوروبا. حضرت كلمت عن قضية الهجرة غير الشرعية. دايما يتحدثوا عن السياسة المصرية في أوروبا تحديدا في مجال الهجرة غير الشرعية بأنها سياسة تقوم في الانطلاق من الزات نحو الآخر. يعني إيه الانطلاق من الزات أن الدولة المصرية وهي تنظر في عمقها وهي تنظر لمصالحها الوطنية وهي تنظر لمصالح أبنائها ومواطنيها أيضا تأخذ في الحزبان مصالح الدول الأخرى عشان كده هما بيعتبروا مصر دولة صادقة في الفعل والقول عندما قالت أنها سوف تكافح الهجرة غير الشرعية في خطابها السياسي وخطابها الإعلامي التزمت بهذا الأمر في تشريعتها في مواقفها في سلوكها عشان كده منذ سبتمبر 2016 إحنا حتى كم مواطنين ما بقيناش نسمع أنه في حاجة أسمع مركب غير قد بشباب رايحين يهاجروا بقى في مبدأين توفير فرص العمل اللي تمت مسألة كمان التثقيف اللي حصلت للشباب أنه مش هأي حد يقولك أنه هيخد إرشين ويطلعك على مركب تروح إيطاليا ولا تروح دولة أوروبية حتشتغل وتجيب فلوسه يعني بقى في مسألة وعي كبيرة عند الشباب وعند الأسر بمسألة الهجرة زر الشرعية وده اللي كنت بقوله حضرتك أنه من 2016 من سبتمبر 2016 لم تسجل الأقمار الصناعية وأي جهة في العالم أنه في مركب تحمل مهاجرين غير شرعيين خرجت من السواحل المصرية تجاه ما يسمى بدول البوابات في أوروبا صحيح معروف عشان وده الحقيقة أنه انتصار كبير للقيدة السيسية في هذا الملاب انتصار كبير وتعبير عن الدولة المصرية أنه ملتزمة بما تقوله أن الدولة ملتزمة فعلا بالمبدأ اللي الدول الأوروبية تصب به مصر هو الخروج من الزات نحو الآخر لكن في حاجة في الأهم كمان في الموضوع ده أن في دول حتى في قضايا الهجرة غير الشرعية بتقول إحنا مستعدين نوقف الهجرة غير الشرعية بس مقابل من الدولة مساعدات أو أو مصر لم تتاجر أبدا بهذا القضية ولم تطلب مساعدات أو أو رغم أن مصر تستضيف بين 6 إلى 7 مليون يعني احنا بنسمهم شي ناس نسمهم ضيوب في مصر مش موجودين في مخيمات وموجودين خارج المدن ومتعوا بكل المزايا وكل الخدمات الموجودة في الدولة المصر ده رقم واحد الأمر الثاني دايما ألمانيا بترى مصر تتشابه مع ألمانيا في فكرة الحلول والأهداف هم شايفين أن أهداف مصر في الفترة الفات التحديدا منذ تولى الرئيس السيسي المسئولية في النصف الثاني من 2014 أن أهدافها بعد أهداف مختلفة عن ما كانت عليه المنطقة منذ ما يسمى بالربيع العرب في 2011 من 2011 حتى 2014 كانت المنطقة فيها شيوع لمبدأ الفوضى والتخريب وشيوع لألسنة اللهب والحرائق السياسية المنتشرة في المنطقة شوفنا ده في سوريا في ليبيا في اليمن في مناطق كترة جدا هم شايفين أن مصر بتقدم مقاربة جديدة مقاربة جديدة عنوان هذه المقاربة المصرية هي تبريد الصراعات هي تهدئة التوترات هو التركيز على المشتركات بين الشعوب كل الدول والشعوب كل في مشتركات وفي خلافات والآن يا دكتور أيمان المستشارية الألمانية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وما ترأى من تغيرات تفتكحك أولوياتها تختلف مع شرق الأوسط ومصر بالعكس أنا شاف الأولوياتها تزيد يعني في بعض الناس حتى على السوشيال ميديا بتكلمون أن ألمانيا مع الحرب الروسية الأوكرانية الاقتصاد الألمانية مثلا بتكلمون أنه ممكن ينهار بتكلمون أنه مثلا في بعض ممكن ألمانيا تفلس يعني على سبيل الكلام لكن أنا في تقدير هذا الكلام غير دقيق على الإطلاق لسبب ألمانيا يمكن قلت لحضرتك في بداية الكلام أن الناتج القومي لألمانيا ألمانيا هي الاقتصاد الخامس في العالم 85 مليون نسمة بينتجوا 3.6 تريليون دولار وده تريليون يورو ده مبلغ كبير جدا يعني دولة عملاقة لكن عندما تتعرض دولة مثل ألمانيا لمشكلة تتعلق بالغاز أو غيرها بتقدر تعيد حسابتها فيما تتعلق بموضوع الطاقة لأن معروف مثلا دولة زي ألمانيا كانت وقفت استخدام الفحم مثلا في سبيل الحفاظ على البيئة والكوكب النهاردة قالت هارجع لموضوع الفحم بس بشكل مؤقت ما كانش عند ألمانيا محطات إسالة الغاز يعني نحن عندنا محطات إسالة في إيتكو وفضميات وفيه فرق بين ده ممكن يقلق يعني نعمل أنواع التعاون في مسألة الغاز المسالة والطاقة وبعد كمان يعني منتدى غاز شرق المتوسط ما بين ألمانيا وما بين مصر ده بالفعل ده بالفعل تم توقيع اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وبين مصر لشراء الغاز الشرق المتوسط لأوروبا وكان عندنا هنا من حوالي يمكن شهر تقريبا أو شهر وسبوع اللي هي أورسيلا فندرلاين اللي هي الرئيسة المفاوضية الأوروبية وهي بالمناسبة ألمانية أساسا كتوزيرة الدفاع في ألمانيا قبل كلا يمكن كان لها تصريحات كمان من أيام في مسألة أنها هتتعاون مع سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص أزمة الغذاء وده الحقيقة لو دل على شيء يقول له على يعني إدارة جيدة من الدولة المصرية لمسألة الأمن الغذائي أثناء أزمة الروسية الأوكرانية صحي أزمة الغذاء وأزمة الطاقة بالمناسبة لأن إحنا النهاردة العالم كل يتكلم عن أزمة الطاقة إحنا على الأقل عندنا الطاقة صحيح بيتكلموا عن عدم توفر الطاقة وعدم توفر النتاء أحناormal بإجيارة بالمناسبة يعني النهاردة إحنا شاهدون مثلا شحنات الغاز المسال في أوروبا تضاعف سعرها تقريبا أربع أو خمس مرات منذ الحرب الروسية الأوكرانية إحنا على الأقل في مصر موجودة منذ الخريق الذي اكتشف هذه القيمة الجيوسياسية والجيو اقتصادية لها هو رئيس عفتاح السيسي عندما جاء الاستغدال الامتل للموارد المصري الاستغدال والرؤية كمان السياسية يعني الرؤية قامت على فكرة ترسيم الحدود لو مرسمتش الحدود البحرية من الاول ما كانش يبقى فيه اساسا حاجة اسمها حقل زهر اللي هو فيه غاز ما كانش يبقى فيه غاز من الاساس ما كانش يبقى فيه منتدى شرق المتوسط ما كانش هيجوا الاوروبيين يتكلموا معاك باعتبار عندك ورقة في مصر تسمى ورقة الغاز النهاردة احنا بنتطور اتكو ودمياط اللي هي محطات ايسالة عشان كده مصر بقى عندها بنية تحتية فيما تعلق بالطاقة بكل انواعها سواء كان النفط سواء كان الغاز حتى الكهرباء احنا عندنا النهاردة ربط كهربائي مع الشبكة الاوروبية عن طريق الاتفاق اللي توقعته مصر بالفعل مع ابرس ومع اليونان نستطيع ان نصل الى عمق شبكة الكهرباء في اوروبا عن طريق الربط الكهربائي مع اربا بالاضافة عندنا ربط كهربائي مع افريقيا المرحلة الاولى مع السودان والربط الكهربائي مع قرة اسيا من خلال الربط الكهربائي المصري مع المملكة العربية السعودية كل هذه الامور خلقت مجموعة من الاوراق للتعاون بين مصر ومبين الدول الاوروبية وفي مقدمتهم المانيا لكن فيه تشابه مهم جدا بين مصر والمانيا المانيا ما بعد الحرب العالمية التانية يعني بالبلد كده كرهت فكرة الحب ودايما بتنحو وتميل الى فكرة الحلول السياسية والسلمية وده مبدأ اصيل ارسته الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية الرئاسية تحديدا لارسال الرئيس عبدالتح السيس وهو ان كل الخلافات مهما كانت يمكن حلها عبر طاولة المفاوضات وعبر النقاش وعبر التفاوض بين الدول المختلفة لذلك انا في تقديري الدولة المصرية والقيادة المصرية ورئيس عبدالفتاح السيسي نجحوا في فرض معادلة الحلول السياسية في المنطقة لان البعض روج في وقت ما لما يسمى باللغة البندقية ورصاص اللغة البندقية ورصاص اللي سادت منذ 2011 في المنطقة قدت للفوضى وقدت للتخريب قدت لانتشار جماعات العنف والتطرف والجماعات الظلامية والمتطرفة والميليشيات ومتسمى بالمجموعات دون الدولة اللي هي أقل من الدولة اللي هي الميليشيات مصر قالت لا الحلول في المنطقة تبدأ وتنتهي على طاولة المفاوضات عشان كده شفنا في تبريد للصراعات في تهدئة للتوترات شفنا تفكير الدول في تحقيق الازدهار في الإصلاح الاقتصادي في الاستثمارات في توفير الاحتياجات الأساسية للدول والشعوب عشان كده أنا شافي أن منطقة الشرق الأوسط بتبدأ مرحلة جديدة مرحلة من التعاول البيني بين الدول وبعضهم وحضرتك تكلمت عن الحرب الروسية الأوكرانية أنا في تقديري أكبر نتيجة ممكن تنتج عن الحرب الروسية الأوكرانية هو أن بعد هذه الحرب سوف تسود الأقلمة بدلا من العولمة بمعنى قبل هذه الحرب كانت العولمة هي المعيار السائد في العالم منذ نهيارة حد السوفيتي السابق في 25 ديسمبر 1990 أنا شايف إن فيه توجه عالمي أو في كل دول العالم إلى فكرة الإقليم الوحد التعاون ما بين الدول وبعضها في تحقيق الاحتياجات الأساسية للشعوب عشان كده مثلا شوفنا الرئيس عفتاح السيسر عمل حاجة غير مسبوقة في المنطقة فكرة القمم المصغرت صحي القمه المصرية الأردنية العربية لهذه القمم يعني فتر الفاتد دي كلها وده الحقيقة أنه يتضح بشكل كبير على مسألة توحيد القرار العربي توحيد الرؤية العربية تجاه القضايا اللي بتهم الأقليم والدولة المصرية بكل تأكيد وكمان بتخلق مساحات للتعاون لم تكن موجودة من قبل مكاسب اقتصادية طبعا بكل تأكيد استقرار يعني هيبقى فيه اقتصاد ويبقى فيه مكاسب اقتصادية بالضبط احنا شفنا مثلا اتفاقية التعاون المصري الإماراتي الأردني فكرة مكنتش موجودة فكرة ان تكون هناك صناديق استثمارية مشتركة بين الدول العربية وفي المقدمة منها مصر ده مكنتش موجودة هذه التوجه المصري يجد استحسان ويجد قبول بشكل كبير جدا من القادة الألمان والسياسة الألمان الأمر الآخر وهذا المهم هو تأكيد مصر على فكرة الدولة الوطنية لأن العقد الماضي من 2010 حتى الآن كان هناك من شكك في الدولة الوطنية وهناك من دع لفكرة يعني انهيار الحدود والدولة العابرة للحدود وده إدى فرصة للجماعات المتطرفة حتى نمط الإرهاب في الفترة اللي فاتت كان نمط عابر للحدود تجد الإرهاب اللي في العراق يروح سوريا ويطلع من سوريا ويوح أفريقيا ويطلع من أفريقيا ويمكن ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ده ملف هام جدا بتشترك في دولتين مصر وألمانيا أهدفهم واحدة يمكن رؤاهم واحدة في قضايا كثير سواء نتكلم عن القضايا الفلسطينية القضايا الليبية وما يحدث في ليبيا توافق الرؤى ده هل مستمر مع المستشارية الجديدة والمستشار الجديد أولاف تشولز ونحن نكلم عن لقاء غدا ما بينه وما بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاء أول برأيك ماذا يحمل سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على طاولة المفاوضات مع المستشار الألماني الجديد يعني أولا أنا في التخدير سوف يكون هناك توافق كبير جدا بين مصر وألمانيا في عهد المستشار الجديد لسبب أول حاجة أن المستشار الجديد كان وزيرا للمالية في عهد المستشارة ميركل يعني هو كان يمثل الحزب الاجتماعي الاشتراكي لأن الحكومة السابقة في حكومة السيدة ميركل ومستشارة ميركل كانت تكون من حزبين رأسيين الحزب الاتحاد الديمقراطي اللي بتقوده السيدة ميركل والحزب الاجتماعي الاشتراكي اللي بيقوده أولاف شولتس وبالتالي أولاف شولتس كان جزء من الاتلاف الماضي وكان شريكا في كل القرارات التي تم اتخاذها في عهد المستشار أمريكا دي رقم واحد رقم اثنين السياسة الألمانية خصوصا فيما يتعلق بالملفات الأقليمية زي ما حدثك أشرت إلى قضية مثل القضية الليبية مثلا هو أمر متفق عليه ألمانيا استضافت أكبر مؤتمرين حول الوضع في ليبيا مؤتمر بيرلين واحد ومؤتمر بيرلين اثنين وحضرهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشكل بيان بيرلين الأول وبرلين الثاني أنا في تقدير توافق كامل مع الرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2021 وهي المتعلقة بوضع خريط الطريق السياسية لحل الوضع في ليبيا يعتمد على الليبيين أنفسهم وينتهي بإجراء الانتخابات البرلمانية ورئاسية في توافق كامل بين الرؤية المصرية والرؤية الألمانية فيما يتعلق بليبيا لأن كما تعلمينا ليبيا لها ساحل طويل على البحر الأبيض المتوسط ومن ليبيا تخرج الهجرة المهاجرين غير الشرعيين وتجار البشر والإرهابيين وبالتالي استقرار ليبيا هو مصلحة مصرية طبعا لكنه أيضا مصلحة بالنسبة للأوروبيين ومصلحة بالنسبة للدولة الألمانية لأن كلما استقرت ليبيا ده يعود بالنفع على الأمن الأوروبي خصوصا في الوقت الحالي معروف أن ليبيا دولة نفطية وكلما استقرت ليبيا وإحنا في أزمة طاقة وكلما استقرت ليبيا كان فيه انطاق طاقة وبالتالي يكون هناك سعر يعني طبيعة وسعر معقول بالنسبة لأسعار برميل النفط نفس الأمر بالنسبة للقضية الفلسطينية أنا في تخديري الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية هي الرؤية الأصوب والرؤية التي ينبغي أن يلتف حولها العالم إحنا شفنا في قمة جدة للأمن والتنمية شفنا مدى الإشادة الإشادة العالمية بالمناسبة اللي أرى الصحف الأمريكية النهاردة هيشوف إلى أي مدى تقريبا كل الصحف أشادت بكلمة السيد الرئيس والنقطة الخمسة المطرب الشميلة خمس نقطة اللي هي الدولة الفلسطينية والدولة الوطنية ومكافحة الإرهاب والتعاون ما بين الدول المنطقة لمكافحة كل الأزمات اللي بتعدي بيها بالإضافة حقوق الإنسان والمواطنة الحقوق الإنسان والمواطنة والمرأة والشباب وكل ده يعني مقاربة متكملة وكل هذا يؤدي زمال الرئيس عبد الفتاح في النقطة الخمسة فكرة أن هذا التعاون بين الدول يؤدي للقضاء على سواء كانت مشاكل طارئة زي مشكلة الكورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو حتى المشاكل المتوقعة لأن بالمناسبة احنا ما تكلم عن تدخم ده بيؤدي إلى نوع من التباطئ في الاقتصاد يعني متوقعة مثلا حتى لو يحصل انتعاش اقتصادية في العالم مش هتكون في 2022 إذا نحنا موضوع التدخم ده مستمر معانا 2022 وممكن طوالما كمان استمرت الأزمة روسية الأوكرانية بالضبط تباري حرب لسه مستمرة وبالتالي وضع خطط على المدى البعيد والمدى المتوسط للتعاون مع هذه المشاكل بيحتاج تعاون النهاردة كلام السيد عبد الرئيس السيسي كشف أن منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية ده حلقة مهمة جدا في سلاسل الإمداد لأن دايما العالم بينظر لأسيا أو تحديدا منطقة جنوب شرق أسيا وشرق أسيا باعتبارها ورشة العالم بالنسبة للدول الأفريقية هي مصدرة للمواد الأولية الغرب سواء غرب أوروبا أو الأولى المتحدة الأمريكية وكندا هؤلاء هم المصنعون الأول في العالم ونحن نتكلم عن التصنيع يا دكتور أيمان يمكن ألمانيا طبعا من الدول الكبرى المصنعة مثلا السيارات أعتقد أنهم دلوقتي بيبحثوا عن أسواق جديدة للمصانع هل في حديث عن وجود المصانع دي على أرض مصر مثلا؟ طبعا أولا كويسي أن حدكت تطرقت للجانب التعاون الاقتصادي بين مصر وبين ألمانيا أولا أنا شايف أن الرئيس عفتاح السيسي استطاع أن يعيد اكتشاف المستثمرين والشركات الألمانية للفرص الواعدة في الاقتصاد المصر صحيح نحن عندنا تقريبا يا دكتور 900 شركة ألمانية عاملة دلوقتي في مصر وحنرجع نكمل الكلام مع حضرتك يا دكتور أيمن لكن خلينا نروح مع حضرتكم لهذا الخبر واستقبل سيد الرئيس عفتاح السيسي في برلين سيد بيتر لورانسن رئيس ومالك مجلس إدارة شركة لورانسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية وده بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري وأيضا السفير المصري في برلين خالد جلال وصرح المتحدث الرسمي باسم رياسة الجمهورية بأن اللقاء شهد متبعة أوتر التعاون بين الجانب المصري والشركة الألمانية اللي بتمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات البحرية وتطوير الترسنات إلى جانب برامج تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات تبقى للمواصفات القياسية العالمية بالتعاون مع إحدى أكبر قلاع السفن على مستوى العالم وأكد سيد الرئيس خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع الشركة الألمانية بالنظر إلى السمعة المهنية العالمية اللي بتتمتع بها في مجال الصناعات البحرية خلينا نشوف مع حضرتكم هذا التقرير ونرجع لحضرتكم سيد الرئيس عبدالفتح السيسي في برلين السيد بيتر لارسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لارسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على تصنيع العسكري والسفير المصري في برلين خالد جلل صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بعد اللقاء شهد متابعة أوتر التعاون بين الجانب المصري والشركة الألمانية التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات البحرية وتطوير الترسانات إلى جانب برامج تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات طبقاً للمواصفات القياسية العالمية وبالتعاون مع إحدى أكبر قلاع السفن أعلى مستوى العالم وقد أكد السيد الرئيس خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع الشركة الألمانية بالنظر إلى السمعة المهنية العالمية التي تتمتع بها في مجال الصناعات البحرية من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة شركة ليرسن عن اعتزازه بمسيرة التعاون المشترك مع مصر في مجالات عمل الشركة فضلاً عن الفرص الواعدة للاستثمار المباشر في مصر خاصةً مع تطور الشامل الذي قامت به الدولة في قطاعات البنية التحتية خلال السنوات الماضية طبعاً تعاون عسكري ممتد بين الدولة المصرية وألمانيا وأيضاً زي ما كنا بنشوف مع حضرتكم هذا اللقاء نشوف مع ضيفنا الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية نرجع لحضرتك يا دكتور ويمكن تبعت معنا هذا التقرير وكلنا نتكلم عن تاريخ ممتد من العلاقات العسكرية وعلى وجه التحديد دلوقتي نتكلم عن تعاون بحري موجود ما بين مصر وألمانيا حضرتك ماذا تنتظر بعد هذه الحضور المصري في هذا المنتدى منتدى بيترسبورج سواء كان على صعيد العلاقات المصرية الألمانية اقتصادياً وكمان مع تحضير مصر لكوب 27 في نوفمبر القادم المكاسب المنتظرة لمصر مع تحضير قمة المناخ القادمة ويعني الجميع ينتظر إجراءات أكثر سرامة ربما يعني للسيطارة على الكوارث التي بتحصل بسبب التغير المناخي يعني أنا في تقدير العلاقة المصرية الألمانية سوف تزداد عمقاً ورسوخاً ومساحات العمل سوف تزيد ويكفي الإشارة فقط للمشروعات العملاقة مشروع القطار السريع الكهربائي اللي بتعمل شركة سيمان ذو الألمانية صحيح من العين السخنة حتى العالمين وعندنا أيضاً من أكتوبر حتى لأسر وأسوان يعني بإجمال أكثر من ألف كيلو متر هذا نموذج فقط للتعاون المصري الألماني في المشروعات المستقبلية لكن فيما يتعلق بمكاسب مصر في هذا المؤتمر أنا في تقديري كثيرة أولاً هذا المؤتمر هو فرصة للتسويق للرؤية المصرية فيما يتعلق بقضايا المناخ مصر هذا المؤتمر هو مصر هي قطعت شوت كبير جداً في مسألة يعني التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر وأعتقد أنه يعني عندها الكثير اللي تقدمه في هذا المؤتمر يمكن المؤتمر هذا تحديداً أنا في تقديري ممكن يساعد مصر في حاجة في غاية الأهمية أنه ممكن يساعد مصر في جذب استثمارات ما تسمى بالاستثمارات الخضراء اللي هي بتعمل الاقتصاد الأخضر خاصة بالطاقة الشمسية الهيدروجين الأخضر والمناسبة هناك معلومات أنه في شركة ألمانية واحدة هتستثمر أكثر من أربعة مليارات يورو في مشروع واحد ده معناها الألمان تحديداً أكتر ناس فهمين إلى أي مدى أن السوق المصري والبيئة الاستثمارية الحالية الموجودة في مصر نتيجة للتشريعات الجديدة وقانون الاستثمار الجديد وغيرها أنها بيئة جاذبة لهذه المشروعات العملاء ويمكن نحن شاهدنا في شهر فبراير الماضي عشرين وعشرين كان فيه أكبر وفد من رجال الأعمال الألمان اللي بيشتغل في الطاقة الجديدة والمتجددة زاروا مصر والتقوا رئيس الوزراء المصري وعرضوا أفكارهم وأنا في تقديري الفترة من الآن حتى نوفمبر القادم سوف تشهد بلورة مشروعات عملاقة تتعلق سواء بالطاقة الشمسية أو بالهيدروجين الأخضر صحيح دكتور أيمن سمير خبير على علاقات الدولية أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا جزيلا وشالينا نروح مع حضرتكم فاصل ونرجع بعد ونكمل فقرات التسعة